فلسطين وما تم الإعلان عنه من إقامة انتخابات رئاسية وتشريعية في شهر مايو القادم محددة بتوقيتات في انتخابات برلمانية في انتخابات تشريعية في انتخابات رئاسية كله في شهر مايو وما يتبعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلع مرسوم يوم الجمعة اللي فاتت بشأن إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل وفقا لو كانت الأنباء الرسمية وفا موجب المرسوم الرئاسي ستجرى الانتخابات التشريعية الفلسطينية يوم 22-5 بينما تجرى الرئاسية بتاريخ 31-7 وبحسب الوكالة ستعتبر نتائج الانتخابات للمجلس تشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني علنتين باستكمال المجلس الوطني 31-8 وفقا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية جاء ذلك خلال استقبال السيد محمود عباس لحنى ناصر رئيس اللجنة العليا للانتخابات واجن الرئيس الفلسطيني لجنة الانتخابات واجهزة الدولة كافة البدء باطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع المحافظات ده كويس جدا 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 بسرعة حماس قالت احنا بنؤيد هذه الانتخابات وعايزين ان تطلع انتخابات نظيفة وطيار فتح الاصلاحي بقيادة القيادة محمد دحلان طلع بيان وقال انه نحن مع الانتخابات ونحن مع الوحدة ونحن مع اللحمة الوطنية ويريت يكون في قيمة موحدة من كل قيادة فتح لنواجه بها التحديات ويكون عندي جيل جديد من الفلسطينيين ندوم فرصة خاصة الشباب رئيس لجنة انتخابات الفصائل الفلسطينية قال الفصائل الفلسطينية ستلتقي بمصر لحل الامور الفنية الخاصة بالانتخابات يبقى فيه حنى ناصر قال ان فيه ان شاء الله لقاء في مصر كل الفصائل الفلسطينية كل الفرقاء الفلسطينيين هيلتقوا هنا في مصر برعاة المخابرات المصرية لدراسة المسائل الفنية الخاصة بالانتخابات عشان نخرج من هذا النفق المزلم